رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبية وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري وعدد من الوزراء والمسؤولين من دولة قطر تأتي الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات قال الضريبي ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين وتزليل أي عقبات وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة مراسم استقبال رسمي بالدوان الأمير لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة سعادة وترحيب بالضيف المصري في الزيارة هي الأولى للأراضي القطرية وفد رفيع المستوى يشارك من الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين العلاقات القوية تعكسها ترحاب الأمير تميم برئيس الوزراء المصري وحمله تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي مثامنا حضور فخامة الرئيس لافتتاح بطولة كأس العالم واصفا إياها برسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور وحرص قطر على زيادة حجم استثماراتها في مصر في مختلف القطاعات ومن هنا عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص مؤكدا الترحاب دوما باستثمارات الأشقاء القطريين في مختلف القطاعات في مصر ناقلا رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد وتمنياته بدوام الرخاء والازدهار للدولة القطرية توافق بين الشركاء المصريين والقطريين خلال جلسة المباحثات الموسعة التي ضمت وفدي البلدين زيادة فرص الاستثمار والاتفاق على عقد منتدى الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري لتمهيد الطريق أمام الاستثمار من كلتا الدولتين وتسعى قطر خلال المباحثات للدخول بقوة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفناطق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة وبحضور رئيسي وزراء البلدين تم توقيع على اتفاقية إزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب الضريب بما يماهد لتشجيع مناخ الاستثمار وتقليل العبئ على رؤوس الأموال وبما يسهم في تعظيم قدراتنا الانتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية زيارة مهمة وقوية تعكس آمال البلدين في عودة العلاقات الجيدة بينهما وزيادة حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار ورأب الصدع العربي بما يجعله صفا واحدا أمام الأزامات الدولية والعالمية من العاصمة القطرية الدوحة حماد العرب في السجون المصرية اشتركوا في القناة